أبلي شدينة بكل الجنة من دعيه من النعاط المنى بسم الله يكيني أدار يا الله صليب قاعد بثيق يا الله صليب قاعد بثيق يا الله صليب قاعد بثيق يا الله خلاف جنرال من دعيه من نزل ريو موريت الحيث أنه يتعلق بكل جنال موريت ترجمة نانسي قنقر 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 كان قنار جهة الشمال وسنغال جهة الجنوب دون أن يكون هناك سنغالا ولا موريتانيا فشعب واحد وأسرة واحدة ونعتز ونحن الحاجيون أشد اعتزاز بتلك العلاقة نعتز بأن تربيتنا وتربية آبائنا لنا وتربية آباء أجدادنا لأبنائهم كانت على حب الشيخ الخديم وكانت على حب هذه الطريقة وأهلها من المريديين التاريخ يشهدوا على ذلك وتعالى وبفضله توجد هذه السنة والتي قبلها بوجود الخليفة المنتقى طول الله عمره وأمده بعونه وتوفيقه يا أرحم الراحمين فالحقيقة أنها كانت تتويجا لهذه العلاقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تمتد في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل كما كانت في التاريخ الماضي لا شك أن هذه العلاقة وهذا التاريخ جزء لا يتجزأ من الدولتين الحاليتين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال الشقيقة فلولا وجود هذه المشايخ التي آلفت وربطت ومدت جسور المحبة والتعاون بين الشعوب لما كان هذا الجمع الكريم من أبناء هذه الأسرة الكريمة ولما كان هذا الجمع الكريم من أبناء الحاجين من شمالهم إلى شرقهم إلى جنوبهم متوافدا معكم اليوم تحت هذه الخيام فجزاهم الله خير الجزاء وجزى الله الخليفة خير الجزاء بإرساله هذا الوفد الكريم الذي يمثل الناطق الرسمي ويمثل ابنه الفاضل أكبر وأبنائه جاء خصيصا لهذه المهمة ولم يكن من الوفد إنما جاء لحضور هذا اليوم المبارك فجزاهم الله خيرا أحسن الجزاء حقيقة لو أردت أن أتكلم عن الشيخ الخديم رحمه الله وما سمعنا من الأجداد وما سمعنا من الآباء وما ورثنا من الآباء من محبتهم وتعظيمهم وتقديرهم لا بقيت واقفا أمامك وتحدث حتى الليل ولكنني أذكر جزءا بسيطا مما سمعت من حقيقة شيء مهم يمكن أن يكون جزءا من التاريخ ذات يوم أبي رحمه الله كان متعلقا ومحبا للشيخ الخديم وكان زواره دائما إذا حضروا إليه يتحدثوا معهم عن هذه العلاقة فكان معه يوم المؤرخ الكبير المرحوم المختار والحامد الذي لقب يوم من أيام ابن خدون المغرب العربي كان معه ويحدثه عن الشيخ الخديم عن مآثره وعن آثاره وعن علمه وعن صلاحه وعن زهدي فلما حدثه قال أنا مرت بي قصة مع الشيخ الخديم لا بد أن نذكرها لك قال له ما هي قال كنا في الشمال في قنار وكان الأهل قنار كما تعلمون يفيدون إلى الشيخ للتزود للدارين للتزود للدارين كانوا يذهبون إليه فقال كانت سنة جدباء وكان بالأهل من الفاقة والشدة ما لا يعلمه إلا الله فأردنا أن نذهب إلى الشيخ الخديم لينزودنا من الزات كما ألفنا وكما ألف الآباء قبلنا فقال فذهبت معه وأنا شاب صغير مع عمي إلى الشيخ الخديم وكان خاله مقيما مع الشيخ الخديم في نجاريم فقال لما حضرنا في المساء وقد طال السفر بنا إلى نجاريم ولقيت من التعب والجوع الشديد لأنني لم أتعود الأكلات التي كانت موجودة فبقيت جائعا حتى وصلت فقال في نفسه لو كان الشيخ الخديم وليا من أولياء الله لعلم بحالي وما بي من الوجع وقدم لي من طعام ما يمكن أن أأكل منه فقال صلينا المغرب وجلسنا ننتظر وهذه القصة أنا أسمعها من الشخص مباشرة يحدث بها والدي فقال بعد صلاة المغرب جاء رسول الشيخ الخديم تأتي أنت والعم والخالو فقال فجنا إلى الشيخ في مكانه المتواضع ورحب بنا أجمل ترحيب وأخذ خبزا وماء وسكرا وأعمل منه أكلا مناسبا لي فأكلت وحتى شبعت فقال هذه تعدت أكيد أن الشيخ كوشف بهذه المسألة فلما كان الصباح قال كنت جالسا بعد صلاة الصبح ورأسي ورأسي جاعلا له بين متأطلا له اتجاه قدمي أفكر فقال لو كان الشيخ يعني وليا لا تذكر وعلم حاجتنا وحاجة من خلفنا من الأهل وأننا لا نستطيع المقوة طويلا هنا لشدة الحاجة في الرجوع فقال قبل ظهور الشمس يأتي رسول الشيخ يقول تأتي أنت والعم فقط لأن الخالة مقيم مع الشيخ ولا ولا لقتهم بالموضوع فقال فجئت ألا وعمي إلى الشيخ فلما جنا إلى الشيخ سلم علينا وقدم إلينا صرتين من النقود وكانت أنها تسمى من زرنف ذلك التاريخ مربوطتين بقماش وكان الشيخ قال لا يأخذ النقود بيده فقدمهما بقلم أو شيء لا يعرفه ولكنه ناولهما الصرتين مباشرتين فقال في نفسه لا شك أن الشيخ الخديم آثر علي عمي لأنه صغير يقول في نفسه آثر علي عمي وأنا صغير والحمد لله أني أخذت شيء هذا يحدث النفس فينظر إليهما الشيخ الخديم ويقول له هو مثله بأصبعه هكذا قال هو مثله يعني ما عطالي العم وما عطاه له سوى من النقود فقال هنا عرفت مكانة الشيخ الخديم وهنا عرفت قربه من الله سبحانه وتعالى وهنا عرفت قدرته على استيعاب الناس وإكرامهم وهنا عرفت أيضا مكاشفاته لأن كلها ما حصل لي يعلم الله أني ما قلته لأحد كان حديث النفس إلى النفس ولكنه حديث النفس إلى النفس صار حديث الناس إلى الناس بعد ذلك لأن حقيقة قصة سطرت وعرفت بعد ذلك لا أريد حقيقة أن أطيل عليكم ولا أريد أن تواصل في الحديث عن هذه المواضيع لأن كرمات الشيخ الخديم وفضله ومكانته وعلمه وجهاده وإقامته للدين وما تحمل في ذلك من الإله غربة ونفيا هذا كل يعرفه فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وأدام الله هذا الصرحة التي تمثل خلافة الشيخ الخديم أدامها الله إن شاء الله للمسلمين وللموريتانيين والسنغاليين بصرة خاصة للتآلف وللتآخي وللتقارب بين الشعوب ولأن نكون أمة واحدة وشعبا واحدة وأسرة واحدة كما هو الحال وجزى الله القائمين أيضا في هذه البلاد على رأسهم الأخ محمد والعبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية على ما سمعنا ورأينا من بدله ومن حفاوته بوفد الشيخ الخديم ووفد الخلافة وما يظن يرسل من فهذا حقيقة نحن نعتز به ونشكره عليه ونؤيده عليه ونسأل الله أن يديم تلك العلاقة وأن يقويها وأن يجعلها دائما في مصرحة البلدين أشكركم ومرحبا بكم برأة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله أبلي شدينة بكم للجنة من داري من يعفل من أبلي شدينة بكم للجنة من داري من يعفل من اشتركوا في القناة